احبابي بعد ايام اسمعوني احبابي وركزوا معي بعد ايام يوم اربعة طاعش ثمانية من السنة هذه اربعة طاعش ثماني ان اليوم اظن ستة اظن ستة خمسة ستة ثمانية يعني يقل الباقي كم ممكن يقول باقي ثمانية ايام ما ادري او اكثر اكثر من ثمانية ايام اربعة من هنا و و و ذكروني ايام اربعة يمكن ثمانية تسعة ايام يوم خمسة ليلة الخامس عشر من شعبان الحديث رواه الامام احمد ورواه ابن ماجة وحسنه الالباني رحمه الله ما الحديث يقول ماذا ان الله جل وعلا سيطلع ليلة النصف من شعبان وهذا الحديث الوحيد الصحيح في النصف من شعبان يوم النصف من شعبان لا نسوي لا قرقعان ولا قرقعت ولا نصوم اليوم اللي قبله ولا نقوم الليلة اللي قبلها ابدا ولا نعطي ولا انما العبادة التي في هذه الليلة عبادة واحدة ما هي ان الله سيطلع ليلة النصف من شعبان على خلقه فيغفر لخلقه الله اكبر الله سيطلع على عباده ليلة النصف من شعبان ليلة خمسة عشر ثمانية يعني هذا الشهر فيغفر لخلقه فيغفر لخلقه الا مشرك ومشاحن وفي رواية قاتل ومشاحن يعني الله رحمته ستعمل خلق في خمسة عشر هذا الشهر او ليلة خمسة عشر الا القاطع الرحم والمشرك قاطع الرحم من زوع بركة العمر من زوع بركة المال من زوع بركة الصحة من زوع بركة الزوجة من زوع بركة المال والابناء مسكين محارب والله ما تحل البركة في حياة عبد قطع رحمة يغضب البعض يقول انت تكثر الكلام عن القطيعة يا اخي القطيعة تسبب لعن الله والقطيعة قد يفعلها بعض الصالحين وبعض اللي عليهم شرها وبعض الصالحات تصلي الضحى وتصوم الاثنين والخميس ما رفعت بسبب ماذا بسبب قطيعة الرحم ونحن باقي ايام باقي ايام يا من تريدون صيلة الرحمن ايام ليلة النصف من شعبان الكريم يغفر لنا جميعا استقبالا لرمضان الا المشرك اللي اشرك مع الله غير ولعل في حلقة نخصصها لاحقا فيه والمشاحن والمشاحن اللي بينهم شحناء تجاوزت ثلاثة ايام يا مسكين فرصة قبل ان تدخل رمضان فتصوم ولا يرفع صيامك قبل ان يأتي للعيد وتعيدون الناس بالثوب الجديد وانت لو ثوبك جديد ما ينفعك جمال ثوبك اذا كان قلبك اسود على المؤمنين من البركة من البركة من البركة ان تكون واصلا واصلح واعف عنهم يا اخي مخطين انت مخطي في حق الله وعفى عنك يا اخي اذا اخطأوا واعف عنهم واجمل عمل والله يا احبابي من يوم من يوم نصل ارحمنا تنزل البركات في حياتنا ومن يوم نقطع ارحمنا اغلع عيالك احب عيالك اليك هو اللي يعديك هو اللي يدخل شوكة هنا وطعنا هنا ليه لان الله من بغضه وسخطه على القاطع اللعنه في القرآن وقال للرحم اما ترضينا ان اصل من وصلك واقطع من قطعك ولذلك ايها الاحباب دعاؤنا في هذا اليوم ونحن باقي على النصف من شعبان ايام جدد العهد مع اخوانك وروح طق الباب عليهم وسلم عليهم وانتي روحي وسلمي ولو هم المخطين هم المخطين ولو انا اكبره اصغر ولو رح لانك تريد البركة والصلة من الله